اشتركوا في القناة وناخد بعض الافكار من اجزاء بنقراها ونتعرض لها في كلمة الله في اصحاح ستة بنشوف انه الرب دلوقتي هيحصل حادث اخر فيه التلاميذ هيركبوا الارب ويبتدوا يواجهوا الرياح وامواج وتلاطمهم لكن هيترأى الرب لهم بشكل معجزي ويهدئ البحار ويسكن الريح وهيتجلى بمجد جلاله ونشوف بعض الدروس من الحادثة دي احبائي هنا في اصحاح ستة زي ما شفنا في الانجيل المبارك من انجيل يحنى بعد حادثة اجباع الجموع بيسرد لنا البشير يحنى حادثة هيجان البحر على التلاميذ في السفينة واقتراب الرب منهم ماشيا على الماء بطريقة معجزية مذهلة قائلا لهم لا تخافوا ومن الملفد انهم ربما ترددوا في ان يقبلوه في السفينة لانهم ظنوا انه شبح زي ما بيقول حسب متى اصحاح 14 الحادثة دي تذكرت هناك ايضا فكروا انه شبح غريب انه بعد كل المعجزات والايات اللي شفوها واختبروها مع المسيح لسه بيشكوا ولسه مش مستعدين لقبول مساعدته عجيب انا بذكر نفسي وكل واحد فينا اننا بس لو نترك للرب المجال لقيادة امور حياتنا هنلاقيه تدخل ويزبط الامور ويعطينا سلام في وسط العاصفة وهو ده الايمان ببساطة اننا باستمرار نكون بحالة الاستعداد العقلي والروحي انه الرب موجود الرب موجود وانه صالح وانه قادر علينا ان احنا نكون متوقعين دايما انه جاهز للتدخل السريع كل مرة نصرخ ليه بحسب وعده اللي ورد في المزهور 50 ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني وايات كتير احبائي بيتكلمنا عن الرب يسمع يستجيب في وقت الضيق يتنازل وتراه الينا بعدين احبائي في الجزئية التالية اللي احنا قرينا ده بنشوف حديث وحوار بين الرب وبين الجامع اللي جون وراه بعد ما اكلوا وشبعوا وكمان جايين اطلبوا من المسيح بسؤال شائع دايما الناس بيسألوه ماذا نفعل حتى نعمل اعمال الله السؤال ده ما زال بيحير الكتيرين لغاية النهاردة وهو في الحقيقة ده محور ومشغولية كل الاديان على مدار الاجيال والعصور بيسألوا نفس السؤال ده نعمل ايه ما هي الطقوس ما هي الشعائر ما هي المرسيم اللي نرضى بها الله لكن بنشوف هنا اجابة اجابة الرب واضحة وسهلة ومختصرة ومركزة ان تؤمنوا بالذي هو ارسله ان تؤمنوا بالذي هو ارسله وبكده بنشوف ان الرب بيعلن انه مش بما نفعله او بما نؤمن به بل بمن نؤمن اي ان الخطوة الاولى هي الايمان بان المسيح هو ابن الله الحي اي الله الذي ظهر في الطبيعة البشرية وبانه جاء لكي يخلص البشر من الخطيئة والموت الابدي ويمنحهم حياة ابدية وغفران كامل لكل خطاياهم بموته الكفاري على الصليب وقيامته المظفرة في اليوم الثالث بعد هذا الايمان القلبي الصادق ينال الانسان غفران الخطايا وعطية الميلاد الثاني من فوق اللي بتديله الحق انه يكون ابن الله فاكرين في يحنى واحد اتناشر اما كل الذين قبلوا اعطاهم سلطان ان يسيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه وبناء على الطبيعة الجديدة وكنتيجة لها تتغير اعمال الانسان واهدافه بطريقة معجزية عشان تصبح احماء اعمال صالحة صادرة من انسان نال الحياة الجديدة الالهية وقلبه صار قلب جديد قلب صالح في الفقرة الاخيرة من الجزئية دي اللي احنا بصددها في يحنى 6 بيتكلم المسيح عن نفسه انه هو الخبز الحي التحديد في اي 35 انا هو الخبز الحي الحقيقي الذي نزل من السماء الواهب حياه للعالم وان كان المن في العهد القديم رمز واضح لهذه الحقيقة الجوهرية بيأكد الرب ان العلاقة الصحيحة معاه هي السبيل الوحيد لاجباء احتياجات الانسان الروحية وزي ما الخبز لازم يؤكل عشان يفيد الانسان جسديا فكذلك لابد ان نتغذى روحيا على العلاقة الشخصية الحقيقية مع المسيح وده اللي الرب بيقوله في ايات 35-39 من انجل يحنى صح 6 اخيرا بيختم الرب حديثه بكلام في منتهى الروع والاحمية ان كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير ان هذه مشيئة التي ارسلني ان كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير هنيئا لكل من نال هذا الوعد بالحياة الابدية في المسيح يسوع ربنا وله كل المجد الى الابد أمين